تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمدال خليفة ولي العهد ناب القائد الأعلى الناب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتخصيص وتسليم 4800 وحدة سكنية في كافة محافظات المبلكة أعلن المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بدأ إجراءات السحب الألكتروني ل2800 مستفيد بالمدينة الشمالية وهو الإجراء الأول من نوعه بالمدينة الجديدة وأضاف الوزير أن إجراءات السحب الألكتروني بالمدينة الشمالية ستستمر حتى نهاية مارس المقبل وتشمل توزيع الوحدات السكنية بالجزيرتين رقم 13 و14 معربا عن سعادته بالتقدم الكبير الذي شهدته المدينة على مدى السنوات الخمس الماضية والتي تتكلل الآن بإجراءات السحب الألكتروني على الوحدة وأوضح الوزير أنه بعد الانتهاء من أعمال الدفان البحري والحماية الصخرية بالمدينة الشمالية شرعت الوزارة منذ عام 2012 في إعداد تصاميم وتنفيذ الوحدات وأعمال البنية التحتية في المدينة وما تضمنه من اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 1618 وحدة بالمدينة الجديدة لافتاً إلا أن الوحدات المنفذة من قبل القطاع الخاص سيشملها السحب الألكتروني الذي تقوم به الوزارة حالياً مشيراً إلى أنه من المتوقع يتم افتتاح المدينة وبدء التشغيل التدريجي لها خلال العام الجاري تنفيذاً لأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء بتسليم وتخصيص 4800 واحدة سكنية بدأت وزارة الإسكان اليوم بإجراءات السحب الألكتروني على 2807 واحدة سكنية في المدينة الشمالية ورح تستمر هذه الإجراءات إلى تقريباً نهاية شهر مارس المقبل وبهذه المناسبة أتقدم بخالص التهنئة وعظيم الشكر والامتنان إلى سيدي صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى على دعمه اللامحدود ورعايته السامية للملف الإسكاني والشكر أيضاً إلى سيدي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على دعمه الكبير للملف الإسكاني والمشاعة الإسكانية والدعم أيضاً إلى المتابعة الكبيرة التي يحظى فيه الملف الإسكاني من قبل سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد النابل الأول لرئيس مجلس الوزراء